لداخل النادي الإسماعيلي مائنس خمس مائة ستة وتلاتين كان بيتحدث معي الدكتور عبد المنع عمارة لا لا بس واحدة واحدة عشان نستفهم انا عرف انت بتتكلم شكل علمي عشان ده شغلك وانت فاهمه كويس يعني ايه مائنس خمسمائة وكم خمسمائة ستة وتلاتين مليون يعني يبقى اشرحها ده وانا هقولك الارقام دلوقتي الدكتور عبد المنع عمارة يعني اتكلمني هو نزل بوست انه هو عمل لجنة اسمها الحكماء هو اسمها الحكماء يعني وقال ان اللجنة دي هتدخل تعمل قيمة فلما حد بحجم الدكتور عبد المنع عمارة يعلن ذلك فهو يعلم جيدا قيمة النادي الإسماعيلي وحجم المشكلات اللي موجودة فالرجل يعني تشرفت برسالة منه وقال لي انا بعمل قيمة وتحب تكون موجود يعني عندي رئيس تحب تكون موجود كنائب فقلت له الكلام لو الرئيس بقنع بالنسبة لي فكر انا مشتغلش دمرة اتنين وانا كانت استثناء ان انا اشتغل مع سيدة اللي هو ابو بكر والحديدي والمجلس انا مشكل له ابو بكر وكل زملائي في المجلس المشار طاير الشفعي والدكتور هناء وفيالي وابراهيم عبد الرحيم والدكتور ناصر مش عايز انا تسحد يعني وكب سمعيل حفلي طبعا ابطال ورجالة وقتله يعني وحطه رقبته تحت السكين لمه تشتغلش رقم اتنين ما بعرفش طول عمري باشتغل رقم واحد ما بعرفش لكن عشان مصلحت النادي الاسباعيلي قابلت ان انا اشتغل رقم اتنين ولو ده هيحصل تاني برضو لازم يكون الرئيس مقنع بالنسبة انا برضو اشتغلت رقم اتنين مع قيمة كبيرة زي اللي هو ابو بكر الحديدي رجل قيمة كبيرة فقلت له بس الاول يجيب خمسة مليون دولار فهو الدكتور عمارة فاكر ان انا بقول كلام يعني كده يعني حتى على جنوب الواتساب اللي هو ما بيعملوه يعني وصف لي بالجنون يعني هو بيكلم حد اسم وصام تقريبا صحفي هو بيقول انه صحفي في الجارديان فبيقول له يعني انت هتعمل زي المجنون اللي بيقول لي اللي يخش لازم معاه خمسة مليون دولار فلا هم مش خمسة مليون دولار هم اكثر هم ستة مليون تسعمية انت هلابس ايقاف قيد لابس ايقاف قيد هقول له كده هديك سابق على الهوى يعني مديونات النادي الاسماعيلي بصت حضرتك شركة المية 792 377 شركة الكهرباء 2.848.530 التأمينات الاجتماعية 21.640.000 الدرايب 113.865.000 وكسور الشباب والرياضة 29.735.000 محافظة الاسماعيلية 70.529.000 مجلس المدينة 20.000.000 صندوق الشرطة 6.590 صندوق دعم أسر الشهداء 31.725 زوال إعاقة 31.735 حي تالت 540.000 المجمع التعليمي 1.023.000 جنيه القرية الإقلوبية 307.735 نزل للشباب 1.175 جنيه أخبار اليوم 53.461 أحدى شركات السياحة عشان ما يبقاش إعلان 47.366 تأمينات للغير 119.567 أمنات يعني فلوس مدعى أمنات وهم مش يعرفوا يتصرفوا فيها 187.235 أمنات عضويات 162.625 نادي الشمس 968 682 اتحاد الكرة 20 مليون جنيه اتحاد الياد دي 31 665 قضايا دولية 150 مليون جنيه هو حسب على البنك ريت فهم الدولار بالسعر الرسمي مستحقات لعبين من السنة اللي فاتت والحالية 75 مليون جنيه أكمل لحضرتك لسه أكمل لحضرتك قرد حمد موسى 13.947 قرد محمود عثمان 8.856.000 أنا بحاول أقرأ الأرقام عشان كسور بس قرد إبراهيم عثمان 107.600.000 إبراهيم عثمان اللي أهانوه إهانات دارية أفضل من أداري النادي الإسماعيلي واحد من أفضل الإداريين في مصر قرد محمد حسين الكلاية مليون جنيه قرد تامر موسى 3 مليون جنيه ده القرد الأخير ده بتاعي مش هقوله أنا مش هقوله كمان في قرد النادي الإسماعيلي آه طبعا لا ما نعرفه بالمر لا لا بقى ما ديديون النادي الإسماعيلي لا لا النادي الإسماعيلي خيروا علي المهم بس أكمل بالحسابات موجودة عند محمد إسماعيلي المدير المالي الأرقام دي مجموعة كامل 536 مليون جنيه بالبنك ريت آه فيه بالبنك ريت آه يعني بسعر الرسمي للدرار عشان المديونيات النهاردة حصلت اتصال بالأحد مرشح الرئاسة وقابلته آه الفيفا مش تحكم بكده الفيفا طالما اللعيب راح نادي فهتدي له المدة اللي لعبها في الإسماعيلي ومش ياخد بقية عقده فقلت له يا بشوهندس الكلام ده جيبته منين يعني مفيش لوائح بتقول كده قالي لا ده هو ده المنطق وفيه حكم مسيل قلت له هكت الحكم المسيل قلت له ده الفيفا من يوم ما تخلق فيفا محكمة الرياضية لم لم تغزل الفيفا ولجانها في أي حكم بالكتير بالكتير تنقص عشرة في المية أو تزيد المبلغ لكن تلغي قرار محكمة لا احنا عندنا استئنافات يا كريم في خلال شهر مئة ألف دولار وتشيزمين حوالي 4 مليون جنيه أو بنكريت 31 مليون جنيه سوري 3 مليون ومية عشان تدفع بس البتائع واللجنة اللي موجودة محمود اليسقي ومحمد إسماعيل وإسماعيل حيفني ليس لهم الحق في التوقيع على عقود ولا التفاقيات ولا صرف مستحقات ولا تعينات اللجنة الفنية ليس بالحقها التعاقد مع لعبين ولا استقدام لعبين ولا استغناء لعبين والانتخابات هيفتح الترشيح 5-7 وهيقف 11-7 وهينتخب 19-8 هيبقى فاضل على الدوري عدة أيام هتكون كل فرق الدوري زبطت لو تعرف تبيع لعيب ولا تعرف تجيب لعيب فالإسماعيلي فيه كارثة أنت الاختيار رقم 14 وما عندكش مجلس وما عندكش لجنة لها صلاحيات وأنا أناشد معالي الوزير أساس دكتور أشاف صبحي أنه يلاقي حل لإعطاه صلاحيات لهذه اللجنة الكارثة كبيرة يا كريم لا دي أنا بص أنا لأ أنا متنح أنا مقدود أنا اللي عمل أفكر فيه مسانيك تخلص الكلام تاكش مع طاكش دلوقتي بتتكلم في ديون على النادي الإسماعيلي تقترب من 600 مليون عشان نبقى صفر عشان تبقى صفر عشان تكيّد زي ما يقولوا كده عشان أكيّد